صباح الخير الضواب مالي الدنيا لوحد حاسس انه هو عايش جوا سحابه اكيد خلاص عرفته ان انا بحب القهوة بحب الحد بحب تعمها الميز بحب احلى حاجة فيها وهي انها بتخلق حوار عايز تشوف حد قوله تعالى نوض على قهوة او تعالى اعزمك على قهوة عايز تتكلم مع حد خد له كوباية صباح الخير لما بصحف صبح دايما بدأ اللهم اغننا بحلالك عن حرامك لاني دايما بخاف ان ربنا يحللنا طعم الحرام وللأسف فيه ناس كده فيه ناس ربنا ابتلاهم ابتلاق كبير قوي 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 ان هو حلالهم طعم الحرام وحرم عليهم طعم الحلال وده على فكرة مش في الفلوس بس اللي متجوز زوجة حلوة وحشة مش مهم مش هو دي القضية دلوقتي وتلاقيه بيبصل دي ويبصل دي ويعاكس دي ويعاكس دي ما هو دا ربنا حلاله طعم الحرام للأسف اللي بيشتغل في وظيفة ما ومرتبه مش وحش المشكلة انه مرتبه مش وحش بالعكس مرتبه كويس وبيكفي كل الاحتياجات الاساسية ببغدادة كمان يعني مش بس بيكفي وشغل ان هو يجيب يا دوبك حد الكفاف لقيلته لأ بالعكس تلاقيه عنده عربية وعنده 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 وزراء مسؤولين كبار ناس كبيرة قوي ومرتبتها حلوة ووضعها حلو وامتيازاتها حلوة ومع ذلك تلاقيه برضو يرتشي يستخدم منصبه عشان ياخد منفع معينة آآ وال يعني والدرجات بتختلف يعني فيه ناس بتسرق الحاجات التغيرة وفيه ناس بتسرق حاجات كبيرة وده غلط وده غلط وده حرام وده حرام فيه كتير قوي يقولك ما هو سايبين الناس الكبيرة وجايين على الصغير نا مش هو ده مش عشان الانسان صغير مش عشان الانسان مرتبه صغير يبقى يعني ده تحليل لحاجة حرام نحن نحلل له حاجة حرام ما ينفعش ما ينفعش وبخاف جدا جدا ان في لحظة من اللحظات يعمى بصري وما بقاش قادر أحكم على الصح والغلط ما بقاش قادر أحكم على الحلال والحرام أحيانا بنعمل حاجات معينة عشان جو العمل يبقى لطيف وجو العمل يبقى حلو بس دي بتبقى عارفين كده زي نعمل أكلة حلوة قوي ونزين وشها كده بشوية حاجات لطيفة شوية فزدق بندق لكن الأكلة كلها مش هي ده فلما نتكلم في الشغل ونتبادل الحوار والكلام اللطيف مفروض ان ما يبقاش ده كل الشغل للأسف للأسف كنت بتكلم مع مع شخص عزيز علي وبيكلمني على إزاي بيقضوا يومهم في الشغل بتاعهم بيقول لي لا احنا في الشغل لينا تقوس روح الصبح هتاكل ايه فلان بدم فلان والستاذ فلان هتاكلوا ايه وحدي اخد ورقة ويروح جيب لنا الفطار ونقعد وناكل ونفطر والفطار الفطار زي اللي احنا يعني بنفطره في بيوتنا لما نبقى يوم الجمعة وقاعدين مرتاحين وماما تبقى عاملالنا بقى فول ما عرفش بايه وتعمية بايه وبيت شكشوكة وكذا وكذا ويبقوا قاعدين عاملينها غداوة بتاخد قد ايه من وقتهم اه يعني ده الفطار بتاع الصبح ده بتاع ساعتين ساعتين يعني خمسة وعشرين في المية من الوقت بيضيع في الفطار ربع الوقت اللي بتاخد عليه مرتب بيضيع في الفطار الصبح ومدام فلانا ومدام علانا وده الطبيعي العادي وده الحلو والناس اللي بقولوكم عليها دي متدينة بتتكلم في الدين وبتناقش الدين وبعدين يقول لي بقى ايه ايوة طيب وبعدين الشاي بقى ما هو اصل احنا بنفتر بقى فول وبتنجان وعندنا الراجل بيعمل لنا عجة مخصوص كده طعمية مضروبة في البيض وبتقطع عليها فلفل وحاجات جميلة كده نيجي بقى نشاي بقى بتبقى مدام فلانا عملالنا بيتي فور ايه استاذ دميلنا عد على الشغل وهو جاي في الشغل عد على الفورن لأ عامل مخزبوزات ومعجنات وكروسون وحاجات زي كده وجابها معاه وكذا 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 ايه ده ليه كده حرام احنا بنستحلل نفسنا حاجة حرام احنا وفروب بنشتغل وبنقدم خدمة وزي ما احنا بنقصر على فكرة في حق الناس الناس التانية بتقصر في حقنا لان عارفين فيه سلف ودين الدنيا كلها سلف ودين زي ما انت بتعمل حيتعمل فيك زي ما انت بتستحلل نفسك انك تقعد في الشغل عشان تفتح الواتساب انا بلاقي ناس بترد علي وبتبعتلي في اوقات ده وقت شغل عندها انا ممكن مثلا في الوقت اللي انا بستقطعه لنفسي في وسط النهار ولا حاجة عشان اشرب اهوة عشان اعمل كذا اعمل كذا ابقى وقفة بفر السلفون بتاعي واشوف وعمل لايكات وممكن اكتب تعليق هنا او تعليق هنا ده العادي فيه ناس بترن علي من وقت شغل وقت دوام عايزين يتكلموا معي وانا عارفهم متأكد انهم بيشتغلوا دي مأساه في حق نفسنا ان ربنا يكون محللنا طعم الحرام وزي ما بقول لكم الحرام مش الحاجات الفضيعة قوي واحد بيرتشي واحد بيرتكب بخطيقة الزنا واحد بيسرق واحد بيقتل الحرام هو السفاسف كمان السغيرة اللي ممكن تبقى موجودة في حياتنا وبتاخد كل الحسنات بتاعتنا وبتاخد كل الحاجات الحلوة اللي في حياتنا وتبقى حياتنا مليانة مرارة ومليانة حاجة وحشة مثل تاني من الامثلة اللي ربنا ممكن يبتلينا بانه يحللنا يخليه طعمه حلو الحرام ان احنا نتكلم على بعض لما نبقى بنتكلم على ناس مع بعض انا عرفاها وصدقتي عرفاها وبنتكلم عليها وبنعيب عليها وهنقول مثلا بنشتكي نبقى كده واقعيين وصريحين وصريحين مع نفسنا لحسن تكون الشكوى دي الغلاف الجميل بتاع الغيبة والنميمة سيحد زهل مني او لا خليها نعملها لا انا زعلت من حد انسانة عملت موقف زعلني ودايقني في لينا صديقة مشتركة هل بتكلم معاها في السر ما تقوليش ودي عملت وسوت ولا جايالها عشان تحل المشكلة اللي بينها وبقول لها فلانة الفلانية عملت كذا 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 ايه الحل اعمل ايه دي ممكن تكون مش غيبة ولا نميمة ان احنا فعلا زعلنين ومش عارفين نتصرف مع مع هذه الصديقة فبنطلب مساعدة بنطلب مساندة بنطلب حد يتدخل بنطلب حد يدينا رأي كويس لكن لما نبقى بنأكل في بيت واحدة والاكل مثلا فيه مشكلة فيه عيب ولما تبقى مش موجودة نتكلم ان الاكل كان كذا وكذا 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 ومش عارف ايه والكلام ده او لما نشوف حد بيعمل حاجة معي او لما الامثلة كتير اوي 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 نخاف انا بخاف اوي اوي من الحاجات دي كلنا بنعمل خير كتير كلنا بنساعد كلنا بندفع صدقات كلنا لما نشوف الراجل اللي جاي يمسح السلم بنديله فلوس لما نيجي نشوف مش عارف ايه بنعمل ايه بنسوي ايه ونيجي اعدم الاعداد دي كل حسناتنا وتطير في العون بنروح شغلنا مفروض ان احنا بنثاب على هذا الشغل بناخد سواب غير ان احنا بناخد مرتب وناخد فلوس بناخد سواب الحامل عبادة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعمر الارض لما نروح ونقضي ساعتين في الفطار وساعة في شرب الشاي وساعة دانية في الكلام على السيلفون ولا الاعادة على الفيسبوك والكلام دو وينتهي يوم العمل مشتغلناش فيه غير ساعة واحدة واحنا واغدين اجر 8 ساعات لو حتقول مرتبهم قليل انت ارتضيتهم انت لما قبلت هذه الوظيفة ارتضيت ان انت تديهم 8 ساعات من وقتك كل يوم وصاد المبلغ ده وكل مكان لغتة سعيرة وكل وظيفة ليها سعرها وكل مجموعة مهارات ليها سعرها المسألة ما بتتقسش ان انت بتقضي كام ساعة في الشغل المسألة بتقضي انت دورك ايه في ربحية هذا المكان انت دورك ايه في ان انت بتدخل للشركة دي الربح اللي بيدخلها في اخر كل شهر بتاخد منه على قدك عشان كده ليه دايما المناصب الادارية مرتبتها اعلى من المناصب اللي تحتها لان مسئوليتها اكبر لان ده المفترض في اليوتوبيا في العالم المثالي ان المهارات الادارية اصعب كتير جدا من المهارات الفنية المهارات الفنية انت بتكتسبها بان انت بتقرأ كتاب ان انت بتزاكر بتدخل لامتحان بتطلع بتتمرن سنة والتانية بتكون اكتسبت تقريبا كل المهارات الفنية اللي انت محتاجها المهارات الادارية بقى مختلفة المهارات الادارية محتاجة ان انت تكون اشتغلت في فريق عمل وكنت تابع لقائد وبعد كده ابتديت تزيد مسئولياتك وابتديت ان انت بدل ما كنت انت عضو في فريق عمل لا ده انت رئيس فريق العمل وبعدين ده انت رئيس فرق عمل مختلفة انت بتكبر بقى شوية شوية لغاية ما توصل ان انت تبقى مسئول قدام المجلس الادارة او حاجة زي كده فدي محتاجة وقت ومحتاجة خبرة بتكتسبها يوم بعد يوم يوم بعد يوم المهارة الفنية مثلا من زيرو لمية المهارة الادارية لا حد لها مهارة الفنية انا بعرف اربط مصمار معين طول النهار بربط هذا المصمار طول النهار بربط هذا المصمار زادت مهارتي في ربط المصمار لكن المشرف اللي واقف ده بيفكر في المواد اللي دخلة على خط الانتاج والمنتجات اللي خارجة وبيفكر في فلان وفلان اللي ما بيحبوش بعض بس لازم يشتغلوا مع بعض وبيفكر في فلان اللي استأزانت بدري فبقى فيه حمل في الشغل لازم اوزعه على الموظفين التانيين وبيفكر في مديره مثلا مدير الجودة اللي هيحسبه ان فيه كام قطعة النهاردة هدر لان الجودة بتاعتها ما كانتش مظبوطة او كزا بيفكر في المكان ونضفته لكن انت قاعد في مكانك ما بتفكرش غير في المصمار اللي انت عملت وروبوته وبس فاللي صحيت به النهاردة احساس يمكن عشان حاجات قاريتها مبارح احساس ان ده غضب من ربنا سبحانه وتعالى على البني ادم انه يكون محليله طعم الحرام يكون محساسه وكده يحس ده ده الواد الفروت اللي لما شوف واحدة حلوة اعاكسها وابعت لها في الامبوكس بتاعها عشان يمكن تكلمني يمكن كذا يمكن كذا او زملتي في الشغل احكي معاها واعود ما احنا وشينا في وش بعض بقى فنحكي بقى ونعمل علاقة او ادخل اعمل شات مع واحدة وطبعت لي صورها وبهابله يبعت لها فلوس وتطلع في الاخر ولا حلوة ولا بتاع ولا ولا بتحبه ولا الكلام ده وبتتكلم مع عشرين واحد وبتاخد من ده فلوس ومن ده فلوس ومن ده فلوس ليه ليه هل ده مظلوم لا ده مش انسان مظلوم لأ لان ربنا للأسف ابتلا ابتلا وحش جدا 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 مرض سيء جدا جدا وهو انه بيخلي طعم الحرام في بقه حلو فكل واحد فينا كده يفكر انا مسئول عن ايه انا مفروض مني ايه ونادي ربنا اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك في كل في كل في كل ال 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 الانحاء حياتنا في كل مجالات حياتنا مع ولادنا مع جوازاتنا في شغلنا في الشارع مع قريبنا مع صحابنا ان ربنا سبحانه وتعالى ينور بصيرتنا فنشوف الصح صح ونشوف الغلط غلط نشوف الصح صح فنعمله ونشوف الغلط غلط فنتجنبه ويخلي طعم الحلال في بقنا وحياتنا حلو حلو فنبقى سعدة نبقى مبسوطين نبقى فرحانين لو تعرفي عن جوزك انه للأسف بيرتشي او بياخد حاجة وحشة او او بيعمل حاجة وحشة ادعيله ادعيله ان ربنا سبحانه وتعالى يكرهه في طعم الحرام يبقى فيه من جوه كده نفور نفور من الحاجات الوحشة انه لو اختلص لحظات عشان يعمل حاجة وحشة من ورى دهرك يتقنب ضميره ويقنبه ويكره هذا الشيء فلما يجي يقدم عليه مرة تانية يبقى عرفان ويسيبه ادعي لنفسك ان ربنا سبحانه وتعالى ما يحليش الغيبة والنميمة والكذب والشكوى والافتراء على الناس وترويج الإشعاعات ما يحليهاش في بقك فيه ستات من الزهر من تبقى بتتصل بفلان وتتصل بفلان وتتصل بفلانة يعني وتحكي مع ده وتحكي مع دي وتجيب سيرة ده وتجيب سيرة ده ومش بس كده ده ممكن كمان تكون ناكرة للخير لما حد يعمل فيها حاجة كويسة تنكرها والاسوأ كمان انها ممكن تتكلم على حد كويس وان هو وحش وتسوق سمعته وتشوهه وتشوه صورته وتبقى مستلزة تبقى مبسوطة تبقى فرحانة تبقى حاسة انها كده حياتها فيها حاجة كده جميلة ادعي وانا كمان بادعي نحنا ما نكونش من من هذه الفئة السيئة جدا 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 من البشر اللي ربنا بيحللها بيحلي خليه حله دعمه حله الكلام الوحش الكلام الوحش بقى من شتيمة من غيبة من نميمة من 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 ترويج اشعاعات من من وتفر كل كل ولا ان احنا نستمر ان احنا ناكل حاجة مش من حقنا حتى ولو ان احنا نقصر في شغلنا فيبقى الفلوس اللي بناخدها مش حلال يبقى مرتبنا اللي مفروض انه فلوس حلال نحوله احنا انه يبقى مش حلال صباح الفل هقول لكم بقى ايه هروح اشوف شغلي واشوف حالي وفكروا قوي في الكلام اللي انا بقوله لكم يمكن احنا نشوف كمبات شغلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر